الأب والأم لابد يحرصون على إيجاد الطمأنينة أيضاً عند الأولاد بعض الأبناء اليوم قد لا يعرض المشكلة على والده ولا على والدته بسبب الحواجز التي يجعلها الأب أو الأم بينهم وبين الأولاد وأشير لقضية مهمة جداً تكلمنا عن طرف منها وأتانا سؤال في الحلقة الماضية وأذكر الأخوان برقام التواصل جزاكم الله خير على الشاشة الآن أن بعض الآباء أو بعض الأزواج يهدم الثقة بين الأم وأبنائها يا أخي الكريم أنت عندك خلافات مع أم العيال لماذا تهدم ثقة الأبناء في أمهم وأنت يا أختي الكريمة عندش خلاف مع أبوهم لا تفسدين علاقة الأبناء على أبوهم أبوكم فعل أبوكم عمل أبوكم سوى أبوكم يقصد احرصي على أن تسرين خلافاتك بينك وبينه ولا يعلمون عنها الأولاد وأنت كذلك لماذا أنتم علاقتكم مع بعض متوترة لا تجعلون علاقتكم المتوترة تفسد علاقة الأبناء بكم فيبدأ الأبناء في قلق وفي الطراب بعض الأبناء الآن والبنات علاقتهم بأبائهم مهزوزة الثقة في أبوه مهزوزة الثقة في الأم مهزوزة وأعطيكم مثال على ذلك أدركنا آبائنا وأمهاتنا نسأل الله أن يغفر للأموات منهم ويرحمهم وأيضا أن يبارك في الأحياء منهم الآن أن البنت إذا جاء من يجريدت زواج منها أو أرادت أن تعمل أو أرادت أن تدرس تستشير وتأخذ برأي آباء الأب والأم وتعتبر رأي حكيم ربما اليوم يشتكي لي بعض الآباء وبعض الأمهات يقولون البنات كل واحدة رأيها بنفسها هذا خطأ هذا خطأ قد يكون رأي الأب والأم أتكلم على الرأي الحكيم والأب الحكيم والأم الحكيم ابنوا هذه الثقة في أبنائكم دعوهم يرون أن قراراتكم قرارات رائعة آراءكم رائعة دعوا الأبناء والبنات إذا جلسوا أمام زملائهم أو جلسوا في مقاعد الدراسة يحسون أن عندهم أب حكيم أم حكيمة الثقة موجودة كبيرة جدا ولذلك تجد بعض الشباب اليوم يمارس أشياء دون أن يخبر والده وهذه لا أسباب مسببات ولذلك نحتاج أيضا من الدعامة القوية حتى نبني هذه الثقة وجود الطمأنينة الطمأنينة بين كل الأطراف لا نجعل الريبة تسيطر على الطمأنينة لا تجعل الريبة تسيطر على الطمأنينة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة